لو انت طالب خلصت السنوية العامة السنة دي او انت بالفعل كنت مخلص السنوية العامة من السنة اللي فاتت وبتدرس في اول سنة في الجامعة. لو انت بالفعل بتدرس في الجامعة في اي سنة من سنوات الدراسة الجامعية او خلصت الدراسة الجامعية وحابب تدرس جامعة من الاول فانت لازم تتابع الفيديو ده من البداية للنهاية لان احنا هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا على تفاصيل ومميزات والمستندات والكليات اللي موجودة في منحة جامعة دار السلام بالاضافة اننا هنتكلم عن شرح طريقة التديم خطوة بخطوة. المنحة دي مموالة بالكامل وضغطي لك جميع تكاليف السفر وجميع تكاليف الدراسة بتوفر لك راتب شهري وكيمان بتوفر لك السكن المجاني. لو انت عايز تسفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية بأكد عليك للمرة التانية. لو انت عندك اي صلاة اي صبصار اتفضل سيبه في كومنتات وانا ارد عليك. وما تنساش اللايك والشير وسابسكرايب واشتراك في القناة. دعما منك للجود اللي بنحاول نعلمها. وعلش انت تتابع معنا كل ما يخصها المنح اول باول. يلا بينا نروح على اللابتوب. ازايكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة دار السلام. وطبعا المنحة دي ممولة بالكامل للدراسة في دولة بروناي. وطبعا كلنا عارفين ان دولة هي واحدة من الدول المعروفة على مستوى العالم ودولة غنية. بالنسبة لتفاصيل المنحة في الدولة المستضيفة هي بروناي. والجهة المنحة واسمها الجامعة المقررة دراسة بها هي جامعة بروناي دار السلام. المراحلة الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على درجة علمية هي البكالوريوس اللي هي الدراسة الجامعية اللي بعد السنوية العامة. طبعا يمكن لطلاب السنوية العامة ان هم يقدموا على المنحة دي. كمان يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم. وطبعا جميع الطلاب العرب اللي بيتابعوا قناة دكتور المنح يقدروا يقدموا على المنحة دي ما فيه السن محادل للتقديم. كمان شهدت اللغة الانجليزية مش اكبارية اخر معادل التقديم هيكون حداشر سبتمبر عشرين واحد وعشرين. في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على المنحة الرسائب نفسك فانت بتتبع خطوات الشرحة التفصلية اللي بتقدمها لك قناة دكتور المنح كالعادة لو انت عايز تستفيد من خدماتنا. صح في التقديم على المنحة وتجهز المستندات وترجمة المستندات لاي لغة. فاقول اللي عليك ان انت بتملق خاص بينا البتلال لينك بتاع موجود في صندوق الوصف اسفل كل فيديو من فيديواتنا. فريق التقديمات كناة دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك. هنا هنيجي مع بعض لكليات المتاحة التقديم عليها بتلاقي هنا في باكالوريوس في العداب في الادارة في العلوم الرقمية في العندسة في علوم الصحة وكمان في العلوم. طيب لو جينا ننزل لمميزات المنحة مع بعض قلنا ان هي بتغطي لك جميع تكاليف السفر وجميع تكاليف الدراسة بتوفر لك راتب شهري بتوفر لك السكن المجاني. لو انت هتعمل اي ابحاث فهم بيوفروا لك بدلات للابحاث. ايه المستندات اللي هتكون مطلوبة منك? حضرتك بيكون مطلوب منك. صورة من جهاز السفر صورة من شهادة تخرج بين درجات اخر ما هالدراسة حصلت عليه. وطبعا انت بتقدم على ستكون شهادة تخرج بين درجات السنوية العامة او الباكالورية. وكمان لو انت معك شهادة ايجادة لغة انجلزية بتقدر تقدمها لو مش معك ما فيش اي مشكلة. كمان بتقدم له شهادة الفيش والتشبيه. وبالنسبة للفيش والتشبيه في بعض الناس التانية اللي بتسميها اللي هي شهادة خلو من الجرائم. تمام? اللي هو تدل على عدم ارتكاب الجرائم. تمام? وبعد كده هنا لو انت كنت بتعمل فانت بتجيب له خطاب اذن عمل. لو مش بتعمل خلاص مش هتجيب الخطاب ده. وخلي بالك من ملحوظة مهمة ان البيانات اللي انت بتملاها في خاص بالمنحة والمستندات بتاعتك لازم تكون باللغة الانجليزية. ولو كانت بقية لغة غير الانجليزية فانت لازم تترجمها للغة الانجليزية. انا طبعا في بعض المنح الاخرى تم شرح على قناة الدكتور المنح للباكالوريوس والمجستير والدكتورا واللي مش بتطلب منك شهادة لغة. في منها في استراليا في منها في كندا في الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا الامارات السعودية فنلندا كل دي الدول هتلاقي هنا العديد من المنح تقدر تدخل وتطلع على التفاصيل والمميزات وشرح طريقة التقديم بالفيديو خطوة بخطوة. طيب ده هنا للتقديم مباشرة على المنحة لو جيت هنا موقع الرسمي الخاص بالمنحة بتفتح معك الصفحة دي. خلي بالك هنا هتلاقيها ان هي مقفولة ده بالنسبة للناس اللي هتقدم على الماجستير والدكتوراه. لكن هنا بيقول لك ان هو ان هي مفتوحة الان. هنا بيقول لك ان هي بتاريخ حداشر سبتمبر عشرين واحد وعشرين. هتيجي تضغط هنا على هتفتح معك الصفحة دي. ومن خلال الصفحة اللي هتفتح قدامنا هنبدأ مع بعض نعرف طريقة خطوة بخطوة. وزي ما قلت لك تابع الشرح من البداية للنهاية لو عندك اي سواء لو اي استفسار. انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل سيوا في الكومنتات وانا هرد عليك. مع بعض. طيب عني ايجي مع بعض نملك بتاعنا. اول حاجة انا فيه البراغ مثال. اللي هي البرامج اللي انت عايز تدريسه هو احنا نديلك زي الرغبتين. الرغبة الاولى انت بتفتح السامة وتبدأ تختار انت عايز تدريس ايه? انا مسلا هنا هختار على سبيل المسال. هنا انا هختار على سبيل المسال ايا كان انت عايز تختار ايه؟ بعد كده هنا بيقول لك انت قدمت قبل كده في منحة در السلام. فلو انت قدمت فانت بتختار السنة اللي انت قدمت في عبل كده لو لا خلاص انت بتسيبها فضية. بعد كده هنا بتيجي في بتختار هنا بتاعك بتشوف انت المسامة بتاعك مستر ولا ميس ولا اي ان كان المسامة بتاعك انت بتبدأ تختاره. بعد كده هنا بيقول لك بتكتب اسمك زي ما موجود في البصبور بالزبط. بعد كده بتختار الجنسية بتاعتك وبتيجي هنا بتختار اللي هو انت مواطن من الجنسية دي. هنا بترفق لأسورة بتاعتك ما تنساش. بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة لدولة انت هتختار هنا اللي هو انت اجنبي. بعد كده هنا انت بتيجي بتختار بتاعتك. بتختار هنا بتاعتك. بعد كده بتختار سواء متزوج هم اعزب. هنا بعد كده بنيجي في بتكتب تاريخ ميلادك وهنا الدولة اللي انت تولدت فيها. وهنا الدولة اللي انت عايش فيها حاليا. لو انت عايش في نفس دولة الميلاد فانت بتختار الدولة دي. ولكن لو انت عايش في دولة تانية فانت بتختار الدولة اللي انت عايش فيها حاليا. بعد كده هنا بتقول له رقم الباسبور بتاعك او اللي هو رقم جهاز السفر بتاعك بتكتبه هنا. وبعد كده المكان اللي صدر منه الباسبور بتاعك والدولة اللي صدر منها الباسبور وهنا تاريخ اصدار الباسبور وتاريخ انتهى الباسبور. بعد كده هنا بالنسبة دي عبارة عن بيانات. انت هتدخل عن العنوان اللي انت عايش فيه. بتبدأ هنا تكتب له اسم الشارع. بعد كده الخاص بالمدينة اللي انت عايش فيها. بتروح لجوجل بتكتب ده هنا. بتختار الدولة اللي انت عايش فيها حاليا. بعد كده بتيجي هنا معي. لو انت حاليا مقيم في نفس المكان اللي انت دخلت البيانات بتاعته هنا فانت بتيجي هنا بتاع متشكل مربع ده وبتلاقي البيانات اللي انت كتبتها هنا بتتسجل هنا مرة تانية. ولكن لو انت عايش في مكان مختلف فانت بتكتب البيانات بتاعت المكان المختلف ده هنا. بعد كده بتكتب له رقم التليفون الخاص بيك. بعد كده هنا بتكتب له الايميل الخاص بيك. لو عندك فانت بتكتب له هنا لو ما عندكش خلاص بتسيبها فاضيع. بعد كده هنا في انت بتدخل بيانات عن احد افراد الاسرة بتاعتك وليكن والدك على سبيل المثال بتكتب اسمه هنا. وبتيجي هنا في انت بتبدأ تختار ازا كان والدك او والدتك ايا كانت نوع العلاقة اللي بتربطه بيك ايه? بعد كده هنا انت بتيجي بتدخل ارقام التليفانات الخاصة بيه بتدخل الاميل الخاص بيه هنا. بعد كده هنا بيقول لك دخل له بيانات عن شخص تاني من قرائبك فانت هنا بيدخله بيانات مسلا عن اخوك او والدتك ايا كان انت بدخل بيانات عن اشخاص تخصك انت وانت عايز تدخل بيانات عنهم. فحالة الطوارئ بيبدأوا يتواصلوا معهم. بعد كده هنا بتيجي في بيقول لك انه هل انت شغال حاليا او متوظف حاليا فطبعا انت طالب مسلا دلوقتي بتدرس فانت مش شغال فانت هنا بتختارنه. بعد كده لو عندك اي سواء هنا بيقول لك ان وجد بنكسن اف اني فانت بتبدأ تدخلوا معلومات عنها. لو ما عندكش خلاص انت بتسيبها فاضية. بعد كده هنا بيقول لك هل انت قبل كده دراست في جامعة السلام. لو دراست بتختار نو. بعد كده هنا بيسألك سؤال مهم ولازم تركز معي في السؤال ده بيقول لك هل انت معدم على منحة دراسية. فطبعا انت هنا بتختار بعد كده هنا هيفتح معاك الخانة دي بيقول لك اكتب له اسم المنحة الدراسية اللي انت معدم عليها. فانت هنا بتيجي بتكتب له منحة دار السلام. طبعا لو انت عايز تجيب اسم الجامعة دي فانت بتطلب معي هنا فوق بتلاقيها هنا مكتوبة دار السلام. فانت هنا بتيجي بتاخد الاسم بتاع دار السلام. اقول لها دار السلام. وبتيجي معايا هنا في الجزء الخاص بالتمويل بتاع المنحة وبتكتبه هنا. بعد ما بتكتب اسم الجامعة مسلا زي ما احنا قلنا ها. دار السلام بعد كده بتكتب في الاخر بالطريقة دي. بعد كده هنا بيسألك وبقول لك قال انت حصلت على اي منحة دراسية من قبل. لو انت حصلت على اي منحة دراسية بتختار هنا بتكتب له اسم المنحة الدراسية دي. لو لا فانت بتختار بعد كده هنا بيجي بيقول لك بالنسبة لي هنا في الجزء ده طبعا هو طالب منك ان انت تدخل له معلومات عن الدراسة السابقة بتاعتك. وليكن انت بتقدم هنا على برنامج بكالوريوس او المرحلة الجماعية فانت هنا بتيجي ويدخلوا معلومات عن المدرسة السنوية بتاعتك. او المدرسة بتاعتك فانت هنا بتيجي بتضغط على بالشكل ده. بعد كده بيفتح معك الخنادي بتكتب له هنا اسم المدرسة اللي انت كنت بتتعلم فيها. انت لتحقت بها امتا وتخرجت منها امتا? هنا بيقول لك انت طبعا بتكتبه اللي هي شهادة البكالورية او السنوية العامة وبتكتب له اللي هي النتاج اللي حصلت عليها. هو انا طبعا بيقول لك اللي هي الدولة اللي انت كنت بتتعلم فيها. بعد كده لو انت عندك اي شهادات من الشهادات اللي تضل على التفوق ومشابه زلك فانت بتبدأ تدخلها له هنا. او لو انت حصلت على اي مسابقة علمية وحصلت على شهادات فانت بتبدأ تدخلها له هنا. لو ما فيش خلاص عادي انت بتسيبهم فاضيين هم مش مطلوبين منك بشكل اجباري. طبعا الحاجات دي محطوطة لو انت معاك الملفات دي بترفقها. لو مش معاك هو مش طلبها منك بشكل اجباري انت ممكن تسيبها فاضيع عادي جدا. بعد ما بتيجي هنا بتدخل له مسلا الشهادات اللي معاك او اي شهادات دا عامة لو انت مسلا معاك شهادات تدل على التفاوج بتاعك الاكديم او تدل مسلا على انت طوعت قبل كده في منظمة معينة او منظمة خيرية او مسلا اتدربت في اي مكان قبل كده فانت بتيجي في الازرز هنا بتضغط على اد وبتكتب له السنة اللي انت حصلت فيها على الجائزة دي او الشهادة دي بعد كده الموضوع والدرجة وهكذا بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص بالانجلش انت لو معاك شهادة لغة من الشهادات الموجودة هنا واللي اشهرهم الايلس او الطفل فانت بتكتب له السنة اللي انت حصلت فيها الشهادة دي وبتكتب له هنا الدرجة اللي انت حصلت عليها هو هنا بيقول لك يعني او لو متطابق عليك او لو انت حصلت على الشهادة دي لو ما حصلتش عليها خلاص برضو بتسيبها فاضيع لو عندك اي فانت هنا بتدخله معلومات عن او الانشطة اللي انت كنت مشارك فيها. هتيجي هنا معي في الجزء الخاص بالفايلز ابلود وتركز معي في الجزء ده. طبعا هو هنا بيقول لك ان انت لازم ترفع له الملفات في صيغة زي ما اتفقنا مع بعض. وخلي بالك هو هنا بيقول لك لما تيجي تسمي الملف بتاعك انت لازم تسكر له اسم الملف والسنة اللي انت حصلت فيه على الملف ده زي ما هو مدي لك المسال هنا بالزبط. كمان هو بيقول لك بالنسبة لي اللي هم الطلاب الدوليين بعد ما بترفق الاوراق بتاعتك هنا انت بتيجي بتبعت له المساندات او الاوراق بتاعتك دي عن طريق البسطة هو كتبها لك هنا مرة تانية على العنوان الخاص بهم من هنا. بعد كده هنا بتيجي في الجزء الخاص بالرفريز اللي هي خطابات التوصية. طبعا هو هنا الطالب منك ان انت تدخل له بيانات عن دكتور جامعي او استاذك في مدرسة البكالورية او السنوية. دخلوا معلومات عنهم هنا. وبعد ما بتخلص عديم على المنحة المنحة بتبدأ تبعد اميلات للاسات زي اللي انت تدخلت معلومات عنهم هنا. ويقولوله انه اتطالب ولا نقدم معنا واحنا عايزينك تكتب خطاب توصية عنه. طبعا هنا انت بتيجي بتكتب الاسم بتاعه كامل بتكتب المنظمة اللي هو بيشتغل فيها العنوان اللي هو بيشتغل فيه بتاعها او دوره في العمل ورقم تلفونه والايميل او البريد الالكتروني بتاعه. ولازم يكون بريد الالكتروني صحيح لانه هما يتواصلوا معنا طريق البريد الالكتروني ده. ندخل معلومات الشخص الاول هنا وبتدخل معلومات الشخص التاني هنا. بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك هل انت بتحتاج لاي احتاجات خاصة او اعلاج معين. فلولا قدر الله بتحتاج لحاجة زي كده بتختار ياسل او لا بتختار نوع. بعد كده في الجزء الخاص انت هنا بتعمل تشكها مربع ده. لو انت موافع على الشروط والسياسة بتاعت منحة جامعة برونويدر السلام. بعد كده بتيجي تكتب له الكود اللي هو كاتبه لك هنا بتكتبه فيه المستطيل الابيض ده. بعد كده بتعمل مسلا وترجع له مرة تانية لو انت عايز تعدل حاجة. لو تمام وانت ماليت كل حاجة صح فانت هنا بتيجي بتضغط على صمت. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم على منحة المقدمة من جامعة برونويدر السلام لجميع الطلاب العرب. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيطا. لو لسا عندك اي صفصرة واي سؤال. ممكن تسيبه في كومنت واحنا هرد عليه. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعونا بلايك وشير وتعمل سبسكرا واشتراك في القناة. وفعل الجرس لمتابعة كل ما يخص المنح اول باول. وشكرا.